ترجمة نانسي قنقر واللي قال فيه كمان بما معناه انه كنا سوا في كل مكان ومشينا في نفس الطريق وعملنا الصح سوا وكله لانتوا كنتوا مهتمين وهلأ رح نكمل الدعم سوا وختم تعليقه بالشكر لألون يعني بعد كل الدعم والحب اللي شافوا طبعا طول الشهرين اللي فاتوا كان لازم يشكر الناس اللي دعموه وصدقوه واعتبروا انه هو بريء حتى قبل ما يطلع حكم هيئة المحلفين في القضية وزي طبعا ما بتعرفوا الحكم كان معجبش أمبر هيرد وفريق محامنها اللي اعتبروا انه ما كانش فار ورودة راجع لحقوق المرأة وطبعا فرضهم عن سؤال اذا جوني ديب هيعفي أمبر هيرد من دفع مبلغ الـ 8 مليون دولار اللي اكيد كسبهم من القضية وده من بعد اجراء الحسابات الهائية خاصة لما طبعا محامتها زعلت انها ما معهاش تدفعهم وقالوا ان القضية بالنسبة لجوني عمرها ما كانت علشان الفلوس وانما الاسترجاع سمعته الجيدة يعني اذا هننقل لا قالوا لا اي ولا لا بس اذا هو جوني ديب عمل هيك بظن هذا موقف جديد رح ينضاف لصالحه اكيد رح يعزز موقفه كمان بكل احوال هو سعيد ومرتاح بحسب محاميته واللي قالوا محامينه واللي قالوا في نفس اللقاء انه جوني ديب بيشعر هالأيام كأنه حمل الكون نزاح عن اكتافه وعمره ما ابتسم في الست سنين الأخيرة متل ما عم يبتسم هالأيام شكرا